لما سألت وزير اتفاجأت بحجم الفقر والفقراء في العراق أستاذ نجم حينما استلمت هذه الحقيبة الوزارية نعم في الحقيقة لم تكن لدي المعلومات الكافية عن مستوى الفقر ومستوى العوائل سواء المشمولة بعانة الحماية الاجتماعية أو التي يازالت تنتظر هذه الإعانة على قلتها الارقام صادمة وارقام مخيفة فقط العوائل التي تستلم الإعانة الاجتماعية حين استلامت الوزارة وبعد شهرين تقريبا بعد أن منحنا الوجبة الثامنة من الحماية الاجتماعية حوالي مليون وثمانمائة ألف أسرة وفرد وعددهم خمس ملايين ومئة ألف نسمة هؤلاء يتقاضون إعانة الحماية الاجتماعية وبعد أن فتحنا نافذة إلكترونية للتقديم فقط الذين تقدموا على النافذة الإلكترونية عدل الذين تقدموا في الشمول الورقة عن طريق السادة النواب وغيرهم مليون وسبعمائة ألف بعد تقاطع البيانات من تقدم مليونين وستمائة ألف أخرجنا تسعمائة ألف باعتبار بعضهم موظفين وبعضهم متقاعدين وأثناء تقاطع البيانات نعم ما رشح لدينا مليون وسبعمائة ألف متقدم جديد غير المليون وثمائة ألف فالأرقام كبيرة ومخيفة بصراحة والله يا معالي الوزيرة هنا أنا عن رعاعاتك كسياسي وكناب يعني قبل ما تصير وزير عجبتني عبارتك تفاجأنا صدمنا بمعنى ما تشت تدرون هيد منك رسالة للقادة للزعماء الما يدرون بشعبهم الشياكل الشيشرب ولذلك أنت لما صرت بمستوى المسؤولية صدمت الولد كلها ما تدري طبعا أنا أتحدث باعتبار كنت نائبا لدورتين في لجنة الأمن والدفاع ومعني بمتابعة القضايا الأمنية وقضايا الوزارات الأمنية والهيئات والأجهزة الأمنية وكنت لدي معلومات إجمالية عن وزارة العمل كما أعتقد لدى الكثير من النواب غير نواب لجنة العمل ولكن أن تطلع على هذه التفاصيل لا أعتقد أن الكثيرين يعرفون كل هذه التفاصيل إلا العاملين في هذا القطاع وفي هذه الوزارة أو القريبين منها الوزارة ست نجم تعنى بشرائح واسعة جدا يعني إذا أريد نحسبها حساب عرب كما يقال مليون وثممائة ألف تقريبا الذين يتقاضون الحماية الاجتماعية بالضافة إلى مئتين وعشرين ألف الذين يتقاضون راتب المعين المتفرغ بالضافة إلى مليون وسبعمائة ألف متقدمة الآن على الحماية الاجتماعية فضلا عن مليون وستمائة ألف عاطل عن العمل المسجل أيضا لدينا في وزارة العمل يعني الوزارة تعنى بأكثر من عشر ملايين نسمة يصل ربما إلى 15 مليون نسمة وهي تقريبا نصف الشعب العراقي باعتبارنا معدى أقليم كردستان باعتبار وزارتنا مسؤولة عن 15 محافظة وهنا هناك وزارة أخرى للعمل الشؤون الاجتماعية في أقليم كردستان معالي الوزير راح حملك أمانة ونحن صيام بشار رمضان قبل أن أسألك السؤال القادم أريد من معاليك هذه الأرقام وهذه الإحصائيات تقدمها إلى السادة الزعماء والمسؤولين وقادة الأحزاب والرئاسات هذه أمانة تقولهم عندي ما يقرب من عشرة إلى 15 مليون عراقي فقير أحملك هذه الأمانة أمام الله وأمام نفسك وأمام شعبك خل يدرون لأنه النايم لازم يصحى معالي الوزير نعم هذه الأرقام ساد نجيم أنا تحدثت بها أمام كل القادة السياسيين وأمام السيدات والسادة النواب وتحدثت في مجلس الوزراء خصوصا أن السيد رئيس الوزراء هو كان وزير عمل سابق وهو لديه الطلاع لم يكن تفصيليا في الطلاعا إجماليا على هذه الأرقام وهو الحقيقة داعم بقوة لهذه الوزارة وإذا رأينا منهاج الوزاري والبرنامج الحكومي كانت أولى أولوياته ومعالجة الفقر وتخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية على الطبقات الفقيرة والمحرومة والطبقات الهشة في المجتمع اشتركوا في القناة